حكم حسني مبارك اللي انا تقريبا معظم عمري كانوا فيه لكن بقول نقطتين اتنين شاهدتين عن اللي بقوله وصول الاخوان للحكم بعد سقوط مبارك مباشرة ده كان معناها ان السوس بدأ ينخر في المجتمع سوس الاخوان بدأ ينخر حتى وصل الى لب المجتمع المصري معنى ذلك ان الضعف ما كانش بعد ثورة 25 ناير الضعف كان قبل ثورة 25 ناير وكان هو اللي تسبب في سقوط الدولة هذا السقوط المريع اتنين حسني مبارك مرض في اخر ايام وراح يتعالج في المانيا فاكرين كلكوا هذه الوقع هو مصر دولة صغيرة دولة ضعيفة دولة فقيرة لدرجة ان في واحد يحكمها 30 سنة 3 عقود وما يبنيش مستشفى يتعالج فيها ويطلع يتعالج برا ترجمة نانسي قنقر